لتجهيزات النادي عزيزة عزة باشا رئيس اللجنة العليا اقترح عمل دواليب خشب لحفظ نقود وشيكات أعضاء النادي بها أثناء اللعب وكمان تعهد بمخابرة شركة التليفون لتركيب آلة في محل النادي طبعا احنا بنستغرب من مصطلحات الفترة دي تركيب آلة تليفون يعني عدة تليفون وقلت لكم قبل كده ان عدد خطوط التليفونات عام 1910 لا يتعدى الالف خط في عموم مصر والسودان يعني تركيب خط تليفون كان امر مش سهل خالص وكان اخر قرات اللجنة العليا في جلسة 28 يناير 1909 تشكيل لجنة مكونة من امين سامي باشا وسكرتير محمد فاند شريف لتوجيه الدعوات لضيوف الاحتفال وان تكون الدعوة باللغتين العربية وايه والفرنسية ترجمة نانسي قنقر